أهلين المروة البصرين في العطوان أهلين المروة التعيين في العراق حلو الشباب جميعا بعد إكمالهم سنوات الدراسة ويحتاج في بعض الأحيان لوساطة أو تزكية من أحد الأشخاص المقربين للجهات المعنية بالوظائف الشاب علي عبدالغفور الأول على كلية الهندسة بجامعة البصرة ما زال يبحث عن فرصة عملا بعد تخرجه من الجامعة بتقدير امتياز علي عبدالغفور جلود من غضاء الفاو الأول على كلية الهندسة بمعدل امتياز نتمنى الجهات المعنية يلتفتون للأوائل ويوفرونهم فرص عمل حتى لو بقطاع عامل يعني ليس شرط بالجامعة بأي دائرة حكومية أنا أتألم أنه أنا عندي طاقات وأبداع الحد الآن ماكو أي فرصة التعيين أو ماكو أي التفاتات إليه طاقات شبابية واعدة تحتاج إلى الدعم الحكومي الحقيقي من أجل خدمة المجتمع وتطوير عمل الدوائر الحكومية وهنا ثلاثة طلاب في أحد الجامعات العراقية قدموا بحثا تناول موضوع الأرشفة بدوائر الدولة فقدموا حلا بعيدا عن الورقة والقلم شفنا أنه عملية الأرشفة بدوائر الدولة تكون بطيئة كروتينية عبارة عن سجيل وورقة وقلم وتسجيل فأحنا سونا فكرة أن نسوي عملية الأرشفة عبارة عن نظام الكتروني من خلال يقدر الموظف يدخل كل معلومات للكتاب الصادر أو الورد إليه من تاريخ الكتاب، عدد الكتاب، موضوع الكتاب يدخلها بهذا النظام ونظام راح يفظها إليه وبوقت الحاجة من يحتاجها راح يقدر يسترجعها بسهولة طاقات شبابية واعدة ومبدعة من مختلف المحافظات العراقية بحاجة إلى دعم حكومي مستمر من أجل تطوير أعمالهم وابتكاراتهم من البصرة يونس الرباعي التغيير